بعد سيطرة على لوغانسك الشرقي أوكرانيا يتركز هدف القوات الروسية حالياً على مدن أخرى وهي تواصل التوجه نحو مدينة سلوفيانسك الصناعية شرقي أوكرانيا بهدف بسط سيطرتها على كامل يحاوض الدونباس في أدن أثناء كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تعزز وجودها العسكري على الأرجح باتجاه مدينة سيفريسك التي تبعد نحو ثمانية كيلومترات إلى الغرب من الخط الأمامي الحالي لقوتها إذن كيف يبدو المشهد الميداني في أوكرانيا حالياً وأين تتركز العمليات الروسية هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي الذي ينضم إلينا الآن من موسكو الأكاديمي والبحث السياسي دكتور محمود الأفندي دكتور محمود مرحبا بك معنا إذن ألينا تتجه الأمور خاصة مع إشارة من الجانب الروسي الذي يتحدث عن سلوفيانسك بينما الجانب أو المخابرات البريطانية تتحدث عن سيفريسك سيفريسك بالمقابل وربما يأتي هذا أثناء تصريحات تحذيرية ربما غير مسبوقة من الجانب الروسي والرئيس الروسي فلاديمير بوت اليوم لحذر أوكرانيا والغرب بأن هذه المعارك قد تستمر إلى أن يستسلم أو يبقى آخر أوكراني قائماً على أراضيها ما الذي يعني هذا أيضاً؟ أول شيء سيد مساكي سيدتي والإخوة المشاهدين طبعاً مشان أحد نقطة الهدف الأساس العسكري الهدف الأساس العملية العسكرية الروسية هي حماية الدنباس وليس التحريرها بل حمايتها يعني بعد تحرير الدنباس سيتم حمايتها لتوسيع الجبهة حتى لا يحصل قطر مستقبل على الدنباس ما يعني هذا الكلام؟ يعني روسيا الآن بشكل عام العملية العسكرية الخاصة بدأت بالنهاية مشارفة عن النهاية بتحرير وليس بالحماية يعني بقي هناك ثلاث مدن أربع مدن باخبود واسيفيسك وقراماتورسك واسلفينسك يعني هذا الكلام بشأن التقارير البريطانية أو غيرها من المقابرات أين ستجه القوات الروسية هذا أصبح عسكري لا أحد يعلمه حتى الآن ولكن القلعة العسكرية الآن موجودة بسلافيانسك وقراماتورسك وعلى أساسها روسيا يمكن تتجه إلى سيفريسك لما يسمى نقطة معينة لتدمير الخطوط الأولية لخطوط الدفاعية باتجاه سلافيانسك وقراماتورسك يعني الأمور العسكرية الآن قادمة على ما يسمى تحرير الدنباس ولكن المشكلة حماية الدنباس حماية الدنباس قصده الرئيس بوتين البارحة في خطابه قال حماية الدنباس هو يعني تحرير كل المناطق اللي حاول الدنباس يعني ما يسمى توسيع الجبهة بما أن أوكرانيا حتى الآن لم تستسد لا ولكن دكتور محمود دكتور محمود يعني كان هناك أكثر من إشارات بالنسبة لبوتين ما هي المؤشرات التي تستقرأ فيها أن الحماية وليس ما أبعد ربما من هذه الخطوات إذا كان بوتين يقول أن روسيا لم تبدأ حتى الآن أي من مهامها الجدية في أوكرانيا هي مطلوبة أنه حتى الآن روسيا تقوم بعملية عسكرية محددة يعني بحماية الدنباس ولكن الأمر إذا تم تمويل القرار يعني كان بحماية الدنباس يعني استسلام أوكرانيا والخضوع للتفاض ولكن القرار الغربي من الواضح أن يجب أن يتم القتال حتى آخر أوكراني وهذا ما قاله الرئيس بوتي المبارحة أن القرار صدر من أوروبا وخصوصاً من أمريكا ومليات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالقتال لآخر أوكراني هذا يعني هناك تحذير إذا تم استمرار تسليح أوكرانيا أن روسيا حتى الآن لا تستخدم خير 10% أو 5% من القوات العسكرية يعني روسيا فقط وقتها ستعلن حرب شاملة على أوكرانيا هذا يعني ستدمر ما يسمى البنية التحتية لأوكرانيا وبالشكل الخاص ستقضي على ما يسمى دولة أوكرانيا كوجودة على خريطة سياسية فهي رسالة التحذير إذا استمر الغرب بإعطاء الأسلحة إن كان متطورة أو الهجومية وما هو عليه روسيا ستتبدأ بما يسمى بالقوة الفارطة كما هي الطريقة العادية في الحروب العملية العسكرية الخاصة حتى الآن روسيا تهاجب فقط الأهداف العسكرية فقط الأهداف العسكرية فبالأهداف العسكرية أين هي حدودها؟ هل نتحدث عن ربما المدن التي أشرت إليها حاليا الأربع المدن كأهداف من أجل تأمين هذا التحرير هل هذا كافي لتأمين التحرير لأن حتى المدن في الخلف يمكن أن تسقط يمكن أن تتكرر المعارك وتتجدد خاصة مع استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة هل نتحدث عن الحدود التاريخية لدنباس وبعدها ستقف روسيا؟ الحدود دنباس تاريخة ضمنها فيها أربع مدن يعني هذه أربع مدن ضمن التحرير ولكن بعدها سيتم الحماية الحماية يعني توسيع الجبهة توسيع الجبهة يعني هناك المدن خاركوف وهناك دنيبر ونيكلايف وكذلك وأودسا هذه المسابة توسيع الجبهة لليحصل مستقبلا خطر على الدنباس العدود التاريخي لدنباس ضمنها أربع المدن التي قلتها الآن بعدها روسيا ستوسع الجبهة مدام أوكرانيا تستلم أسلحة طويلة المدى فتوسع الجبهة أكثر وأكثر وأكثر الوصول إلى كيف تقريبا حتى تخضع الدولة الأوكرانية لاستسلام يعني حتى لا يصبح خطر مستقبلي يعني يمكن الآن أن يحرر الدنباس ولكن الدنباس سيظل في خطر نديجة الاستلام أوكرانيا دائما لأسلحة متطورة يمكن أن تهاجم الدنباس وهذا فعليا ما يحصل الأسلحة المتطورة الأمريكية الآن أين تذهب؟ لا تهاجم القوات الروسية ولا قوات الفصالية تهاجم فقط المدنيين بعمق دانيسك وعمق لوغانسك يعني حتى الآن سجلت روسيا حوالي مقتل أربعين طفل من ثلاثة أيام حتى الآن بأسلحة الناتو يعني فعليا روسيا تريد أن توسع الجبهة لكل هذه المدن لتحمي مستقبلا الدنباس فهذه أربع المدن كما قلت هي حدود تاريخية هيجب أن تحرر ولكن الحماية يجب أن تتوسع توسع توسع حتى تسقط فعليا يعني خلينا نكون صريحين حتى تسقط كيف وتبدأ عملية الاستسلام وبعد ذلك التحييط أوكرانيا بشكل كامل وعدم واعتراف ولكن ما هو الضامن هذه المرة يعني كجمهورية مستقلتين يعني عندما انطلقت العملية نفسها في الرابع والعشرين من فبراير لم يكن يتوقع الصمود أوكرانيا حتى في حال كان حينها يعني مفاجأة إلى حد كبير طبيعة الأسلحة الآن نتحدث عن الولايات المتحدة على سبيل المثال لوحدها حسب التقديرات أربعة مليار دولار كأسلحة قدمت إلى أوكرانيا حينها لم تكن هذه الأمور لكن كان هناك تعقيدات تواجه هذا التدخل الروسي في أوكرانيا على مستوى كيف وعلى مستوى بقية المناطق لتنحصر بعدها وتتعدل الأهداف الروسية لتحصر نفسها في الشرق وفي الجنوب مناطق دونباس وصولا إلى القرم ما هي الضمانات هذه المرة اللا يعني تقحم روسيا نفسها في مستنقع أوكرانيا إذا ما قررت التوسع والتوجه نحو كيف أو إسقاط كيف هدفا أول العملية العسكرية كان فيه أخطاء معينة الحرب دائما بحصل فيها أخطاء إن كان عملية عسكرية أو حرب هناك أخطاء عسكرية هناك ليس خطأ هناك كان إعادة يعني إعادة ما يسمى أهداف إعادة إعادة ما يسمى استنتاج الأهداف يعني روسيا دخلت أول شيء عطت مجال للجيش الأوكراني للإنقلاب على الحكومة النازية لكن الظاهر الجيش الأوكراني لم ينقلب بعد روسيا تخلت عن كيف وسحبت قوتها من هناك وبدأت بتنفيذ ما يسمى المهمة العسكرية للعملية الخاصة وهي حماية الدنباس لذلك روسيا الآن متقدمة بما أن القرارة أعطوا فترة يعني وإنسحاب كيف كان على حسن نية أعطوا فترة لقيام الدولة الأوكرانية وأطمئة الدولة الأوكرانية أن ليس هناك خطر عليها ولكن بهذه الفترة قررت أوكرانيا الانسحاب من المفاوضات وقررت بنفس الوقت عنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أنها سوف تقاتل إلى آخر أوكرانيا ما يعني هذا الكلام؟ يعني فعليا نحن أمام ليس ورطة لمن نسبة روسيا ولكن روسيا ستستمر في عمليتها لحد إسقاط فعليا يعني خليها نكون واقعيين لإسقاط الحكومة الأوكرانية لأول إركاع الدولة الأوكرانية للاستسلام هذا يعني هذا أمر مهم جدا لأن روسيا إذا لم تحل هذا الأمر ستدى الحرب بعد سنة أو سنتين هذا أمر مهم جدا فستظل أوكرانيا تتسلح وتضرب الدنباس هذا شيء طبيعي جدا فروسيا الآن تريد بعد أن تخضي تقريبا على 70 أو 60% من الجيش الأوكراني وهذا ما اعترض فيه الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة أن هناك فعليا خسارات في العتاد العسكري وخصوصا من البشري في الجيش الأوكراني وقتها سيصبح الطريق سهل إلى كييف وإلى مدن أخرى وإلى خاركوف يمكن على أساسها أن تستيقظ الدولة الأوكرانية وتبدأ بعملية التسلام وتحييد نفسها بس لسبب واحد فقط أن تبقى الدولة الأوكرانية على الخريطة السياسية في العالم نعم شكرا جزيلا لك من موسكو الأكاديمي والباحث السياسي دكتور محمود الأفندي شكرا